أمباسل تقول عندي جرح في أصبع يدي تقول كيف أتوضأ أختي أمباسل بارك الله فيك بالنسبة لك طبعا تتوضأين تغسلين جميع أعضاء الوضوء جميع أعضاء الوضوء إلا موضوع الأصبع هذا مثلا أفترض السبابة مثلا أفترض تغسلين جميع يدك هذا اللي فيها الأصبع اللي مجروح تغسلينها وبالنسبة للسبابة هذه تمسحين الماء على اللاصق الطبي كاملا تمسحين على اللاصق تأخذين ماء تبللين يدك بالماء وتمسحين على كامل أصبع بارك الله فيك مسح خفيف من دون تبليل حتى لا يؤثر على الجرح